اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسأل سائل عن حكم استخدام قطرة العين وقطرة الأذن في نهار رمضان وهو صائم وللجواب على هذا السؤال أقول إن الرأي الراجح والرأي المعمول به بأن قطرة الأذن وقطرة العين لا تفطر الصائم ولا تفسد صيامه ولقد علل العلماء لذلك بأن القطرة التي تنزل في العين والتي تنزل في الأذن ليست طعاما وليست شرابا وليست في معنى الطعام والشراب وعللوا أيضا بأن العين ليست منفزا مفتوحا يصل الغذاء منه إلى الجوف وما ينطبق على العين ينطبق على القطرة التي توضع في الأذن وعلى هذا نقول بأن الذي يريد أن يستخدم قطرة العين أو قطرة الأذن فلا شيء في ذلك فإن الرأي المعمول به وإن الفتوى الصحيحة بأن القطرة التي توضع في العين والقطرة التي توضع في الأذن لا تفسد الصوم ولا تضيع ثواب الصوم بإذن الله تبارك وتعالى وذلك لأن العين وكذا الأذن ليس من المنافذ المفتوحة التي تصل القطرة منها إلى الجوف أشكركم على حسن استماعكم وقزاكم الله عن خير الجزاء اشتركوا في القناة